السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعطيكم العافية لله بصف السادس اليوم درسنا عن الجذر التربيعي بداية قبل ما نتعرف على الجذر التربيعي بدنا نعرف اشي جدا مهم وهو المربع الكامل المربع الكامل هو العدد الذي يمكن كتابته على صورة حاصل ضرب عدد في نفسه كيف يعني لو اعطيتك هاي الاعداد اللي على اليمين اللي هي الواحد والاربعة والتسعة والستعاش والخمسة وعشرين وسألتك هل هي مربعات كاملة او لا شو بدك تجاوبني اذا قدرت اكتب العدد واحد على صورة حاصل ضرب عدد في نفسه فهي مربع كامل ولاحظوا اني انا قدرت اكتبها على هذا الشكل لان الواحد هي عبارة عن واحد ضرب واحد طيب الاربعة عبارة عن اثنين ضرب اثنين قدرت اكتبها على صورة حاصل ضرب عدد في نفسه اذا بحكي هي مربع كامل التسعة كتبناها على صورة حاصل ضرب عدد في نفسه وهو الثلاثة إذن هي مربع كامل كذلك الستطاعش والخمسة وعشرين إذن هذا هو المربع الكامل إنه بقدر أكتب العدد على صورة حاصل ضرب عدد في نفسه تمام؟ الآن شو هو الجذر؟ الجذر هو كأني بسألك مين هو العدد اللي ضربته في نفسه عشان أحصل على المربع الكامل تمام؟ هس أنا بعرف إنه الخمسة وعشرين تساوي خمسة تربيع يعني الخمسة وعشرين إجت من خمسة ضرب خمسة فما جذرها التربيعي؟ بتحكي لجذرها التربيعي خمسة بمعنى آخر وحكيت لكم لو أخذنا الجذر للطرفين آية سادس جذر الخمسة وعشرين تساوي الجذر مع التربيع بيروح وبيظل عندك خمسة هاي سميناها رمز الجذر رمز الجذر أما الاثنين هاي فهي دليل الجذر كيف يعني دليل؟ يعني أنا منها عرفت إنه هاد جذر تربيعي والجذر التربيعي حكيت لك يا سادس لو ما كتبت هاي الاثنين يفترض إنك تعرف إنها جذر تربيعي تمام؟ الآن شفنا الأعداد اللي هي مربعات كاملة لكن كانت عندي أعداد سهلي وأنا أصلاً بعرفها اللي هي الخمسة وعشرين والستة وثلاثين والتسعة واربعين بس إذا أعطيتك أنا عدد نوعاً ما كبير خلينا نحكي فشو بدك تعمل؟ أول إش بتحلل العدد إلى عوامله الأولية بعدين بتأخذ العوامل الأولية وبتكتبها وبتكتب بيناتهم إشارة الضرب بعدين بتطلع على هاي العوامل إذا قدرت توصلها لمرحلة عدد في نفسه بتحكي والله هذا العدد مربع كامل إذا ما قدرنا بحكي هذا العدد مش مربع كامل وأخذنا مثال واحد صفحة 42 مثال واحد يا سادس كان إنه معطيني العدد مية وستة وتسعين وطلب مني أعرف إذا هو مربع كامل أو لا وإذا مربع كامل بدي جذره التربيعي شو عملنا؟ هاي الخطوة الأولى حكيت لكم عنها حللوا حللوا إلى العوامل الأولية هاي العوامل الأولية الناتجة بروح بكتبها بكتب العدد يساوي بكتب العوامل الأولية وبناتهم إشارة ضرب الآن بطلع عليهم هل بقدر أكتبهم على صورة حاصل ضرب عدد في نفسه؟ هون أنا بدي أفكر وبدي أحاول معي 2 و7 يعني لو قسمتهم 2 مع 7 و2 مع 7 رح يطلع معي 14 ضرب 14 إذن قدرت أكتبها على صورة حاصل ضرب عدد في نفسه؟ تمام يا سادس؟ إذن أنا بحكي هاي مربع كامل طيب أنا أثبتت إنها مربع كامل كيف بدي أوجد جذرها؟ جذرها شو بعمل؟ بكتب إشارة الجذر وبطولها بحط العوامل الأولية اللي طلعت معي تحت الجذر كل عاملين متشابهين بأخذ منهم واحد كل عاملين متشابهين بأخذ منهم واحد وبناتهم إشارة الضرب 2 ضرب 7 ويساوي 14 إذن جذر 196 تساوي 14 الآن سؤال 1 صفحة 43 أعطاني مجموعة أعداد بدياني أعرف مين مربع كامل ومين لا المية وخمسة وعشرين رحنا حللناها عواملها خمسة في خمسة في خمسة ما بنقدر نكتبها على صورة ضرب حاصل عدد في نفسه إذن هي مش مربع كامل الأربعمية وستة وعشرين عواملها الأولية 2 في 3 في 71 واضح معي إنها مش مربع كامل الواحد وثمانين عدد سهل بعرفه اللي هو تسعة ضرب تسعة يعني مربع كامل كيف بدي أوجد جذرها؟ جذر الواحد وثمانين تساوي تسعة تمام؟ الآن الأربعمية بروح على جنب وبحللها هاي الأربعمية بقسمها على 200 على 200 بطلع العوامل الأولية كاملة بكتبها وبكتب بيناتهم إشارة الضرب الآن معي واحد تنين تلاتي أربع تنينات وخمستين لو قسمناهم 2 و2 و5 و5 شو بيطلع الجواب؟ بيطلع 20 في 20 إذن هون بتجي شطارتك أنت كيف بدك تغير ترتيب الأعداد بحيث توصل لمرحلة عدد في نفسه؟ إذن بما أنه وصلنا للعشرين ضرب عشرين إذن بحكي والله هذا مربع كامل هسه كيف بدي أوجد جذره؟ بكل بساطة جذر الأربعمية مين العدد اللي ضربنا في نفسه وعطاني الأربعمية؟ اللي هو العشرين تمام؟ الآن الجزء الثاني من السؤال كان بدو ياني أوجد قيمة الجذر الآن ما جذر الأربعمة وستين؟ إحنا بنعرفها طبعا ثمانية لأنه ثمانية ضرب ثمانية أربعمة وستين ما الجذر للثمانية تربيع؟ وحكيت لكم التربيع بتروح مع الجذر وبيظل اللي جوه الجذر لحاله تساوي ثمانية الآن ما جذر الميتين وخمسة وعشرين بما أنه عدد نسبيا خلينا نحكي كبير أنا ما بعرفه بل جأل التحليل مباشرة بحلل بيطلعوا معي العوامل الأولية بكتبهم وبيناتهم إشارة الضرب الآن بيطلع عندي الناتج 15 ضرب 15 كيف طلع 15 ضرب 15؟ أنا غيرت ترتيب الأعداد بحيث صار 5 ضرب 3 لحال و5 ضرب 3 لحال هسا بما أنه وصلت لمرحلة عدد في نفسه بحكي هاي مربع كامل الآن شو جذرها؟ 15 ضرب 15 15 تربيع جذر الـ 225 تساوي جذر الـ 15 تربيع التربيع بتطير الجذر بيظل عندي 15 أو بتسأل حالك مين العدد اللي ضربته في نفسه أعطاني الـ 225 هو الـ 15 تمام يا سادس؟ شكرا جزيلا إلكم شكرا جزيلا إلكم شكرا جزيلا إلكم شكرا جزيلا إلكم شكرا جزيلا إلكم